تتواصل فعاليات القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوحدة صحة أسرة الحمروين التابعة لإدارة القصير اليوم الثاني على التوالي وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 195 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 31 فحصا معمليا و20 أشعة و27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وقد تم كذلك إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي كرة ومدن محافظة البحر الأحمر